اشتركوا في القناة وسعدت السيدة روان بن تنجيب توفيقي وزيرة الشؤون الشباب وسعدت الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار والعديد من المسؤولين والشخصيات الثقافية لغة الموسيقى والفن لغة تترجم ما يجمع شعوب العالم من روابط ثقافية وما يشعرون به حين يستمعون إلى أثير سيفونية غنائية تعبر عن حكاية ما وهنا على مسرح البحرين الوطني انطلقت العروض الموسيقية والفنية ضمن مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته الثالثة والثلاثين يعود مهرجان البحرين الدولي للموسيقى هذا العام ببرنامج متنوح كما اعتدد عليه الجمهور الكريم يشمل ذلك الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة علاوة على الفنون الشعبية التي حرصنا أن تكون متواجدة ضمنها البحرين لما نؤمن به بأهمية الموسيقى البحرينية في التواجد خلال هذه التجمعات الدولية أمسية هذا المساء بتقديم من الفنان فاطمة سعيد من جهونة مصر العربية برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة تؤكد على العلاقة الوطيرة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في المجالات الثقافية بشكل خاص وسيعتاد الجمهور على الدوام إن شاء الله بأن يكون هذا المهرجان متنوعا ويقدمه متجدد وعريق يوافي كافة الذائقة الموجودة في المجتمع ونحن اليوم هنا نفتتح النسخة الثالثة وثلاثين من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ونسعد طبعا أن نحن نرجع ونعيد هذا المهرجان الهام الذي يعني هو يفتح الجسور ما بين مملكة البحرين والثقافات في الثقافات الأخرى بالدول العربية والعالم مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يسلط الضوء على الإبداع البحريني من الفنانين والموسيقيين وهذا يعني يجمع ما بين الفن البحريني والفن العالمي والفنون الموسيقية المتنوعة مع الدول الأخرى فرصة لتسليط الضوء على الإبداع البحريني حيث يجتمع الفنانون البحرينيون مع المواهب العالمية فهذا التفاعل يساهم في تعزيز التواصل الفني ويزيد من قدرة مملكة البحرين على ترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع الموسيقي هي مهمة جدا لأنها تزود الوعي والانتشار الثقافي والنوع ده من الفن اللي هو الفن الأوركسترالي فدي حاجة كويسة جدا وبنشكر وزارة الثقافة على المجهود ده حفلات تبع الأوركسترال تكون فن راقي كلنا محتاجين الحقيقة وممتع جدا مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يحول مساحات ثقافية عدة إلى نوافذ تطل على الفن والثقافة والألحان القادمة من كافة أنحاء العالم كما يساهم في تعزيز الحراك الثقافي المستدام الذي يتم العمل عليه من خلال هيئة البحرين للثقافة والآثار إن هذا المهرجان ليس مجرد احتفال بالموسيقى بل هو أيضا فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والفنون في مملكة البحرين وريان السليمي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر